بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمود راجح. ان شاء الله النهاردة هنعمل حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا هنحط تمام? والحاجة التانية يا بش مهمسين ان احنا هنحط اه او هنشك على تمام? لازم نعمل تشك على متدامش مش مشروع فيلا صغيرة فموضوع الموديل بتاعه ممكن نعديه مش مشكلة لأ ده مشروع كبير عوالي 11 دور وبالتالي لأ لازم ان احنا ايه نشوف لو الموديل في اي او اي حاجة وبرضا عشان نكون خدنا حاجة جديدة. فاحنا كل اللي احنا هنعمله بنهاردة هنحط طبعا بشكل سريع ماشي على اساس ان احنا اتعلمنا في مشروع فيلا عشان ما انا بقاش بنعمل للشغل او ان بقاش ان انا بسجلك اه خمسين محاضرة بس خمسين محاضرة دول مكررين. لا انا بنحاول ان احنا نركز على الحاجات الجديدة بحيث ان حضرتك. خلاص عرفت ازاي ان انت تقدر تقسم البلاطة. عرفت ازاي لو انت عاوز تزود دود الحمام شوية. عرفت ازاي لو انت عاوز تحط عارفت ازاي ان انت لو عاوز اه تخلي سمك بلاطة مختلف في منطقة عن منطقة تانية الكلام ده كله. فاحنا دلوقتي بنعمل ايه? بندور على الحاجات الجديدة بحيث ان احنا ما نبقاش بنقرر الموضوع بتاعنا. والكلام ده انا اه قلته كذا مرة من ساعة ما بدأنا في موضوع التور بتاعنا. يعني مسلا انتظر هنا تعلمنا ايه? تعلمنا لو احنا عندنا اكتر من بلان نشغل ازاي? عندنا فلات سلاب ندخلها ازاي? القطاعات الاعمدة المختلفة. نقسمها عشان خاطر تبقى مسكة في البلاطة. الكلام ده كلب. احنا هدفنا من التور ان احنا ناخد المعلومات الجديدة اللي هي مش كنت هتلاقيها او ما كنتش هتعرف تلاقيها فين في مشروع الفيلا. طيب بسرعة كده لو احنا عاوزين نحط اللوت بتاعنا على البلاطات. لو انا جيت هنا قلت له مسلا. تمام? البلاطة دي سمكها كما مش مهندس. البلاطة دي سمكها تلتمية. فاحنا ممكن انا بدل ما هاجه مسلا في البلان. اهو اي بلان مسلا. لو انا عاملت وسلكت ده. هتلاقي مسك شل واحدة بس لان دي ما فيه زيها فوق. تمام? دي بلاطات تانية. انما لو مسكت دي هتلاقي مسك لك بقى البلاطات. طيب. قال لك انا بص اطلع كده. انا شوف. اهو. ماشي? خد بالك انه البلاطة دي مختلفة بتاعتها مختلفة وبالتالي ما اخترهاش. لان زي ما انت عارف ان احنا اخر دورين عملنا بتاعتها مختلفة. فهنسلكت دول كده خلاص اختار البلاطين الاخر. انا غيرها اخترت كل البلاطات. كان ممكن حد سهل. لو انا غطلت له سلكت سلكت بروبرتي. واقول له هاتلي الاس كام الاس تلتمية واقول له سلكت. وبكده اختار لكل البلاطات بتاعتها. اللي هي السمكات تلتمية. نبدأ نحط آآ طبعا قلت له الصين. مفيش اي جديد. طبعا لان انا عندي اصلا. انا هنتكلم على ولياكن الفلور عنده هنا اتنين. اتنين كيلو نوتن على المتر مربع اللي هو طن على المتر مربع اللي هو الناس. لو الناس بتشتغل بيه الطن. تمام? اطلال هجاول له. انا عاوض احط وليكن. الول لود. الول لود هنخليها تلاتة كحمل مسيح. وطبعا عرفنا في مشروع الفيلا ازاي ان انت لو عاوز تحط لين لود يحطو ازاي? تمام? الميكانيكال قلنا ان احنا هنحط خمسين كيلو. بكل الميكانيكال اللي هو كام اللي هو بونت فايف. على اساس ان هو ده ايه? عملنا سليكشن. عنام سليكشن اهو. ماشي. او ممكن نحط الميكانيكال ده اللي هو مسلا لو انت عندك آآ تكييف المركز في كل اللي دور. فانت عاوز تحط الاحمال بتاعته. قولنا اقول لكم خمسين كيلو. طيب هل انا هنا محتاجة احط الاستير? لا. يعني ليه? لان الاستيرزي مش مهندس هنا كده. الاستيرزي اصلا هي ده استدعاء في الكور. فطبعا اللود بتاعها بيبقى صغير جدا. وبالتالي انت ممكن ان انت ايه? حتى لو انت عندك سلم هنا برضو اللود بتاعه مش هيكون مؤثر قوي. لا عاوز تحطو بتحسيبو بنفس الطريقة اللي احنا هزبناها قبل كده. وتحطها هنا. بس طبعا هتلاقي برضو الحمل بتاعه مش هيأثر. بشيك انت متخيل. عندنا اللايف لود. اللايف لود عندي هنا والياكونا هنحطه به اتنين مسلا او اتنين ونصف. تمام? قولت له اوكي. طبعا لما كنا شغالين في الفيلا عرفنا ازاي ان احنا بنجيب الاحمال دي من الخاص بالمشروع. بس انا هنا بحط لك ارقام افتراضية بحيس ان احنا خلاص ما نعودش نعيد شرح تاني اللي احنا شرحناه. حلم. كده حطينا اللي بتعمل سيف. بعد اعمل ده اللي انا عاوزه. ازاي? لو انت جيت من بعد اذنك انا اللي انا بحبه ان انا اقوله واحد ميلي. واحدة يحطها واحد ميلي. واحدة يحطها عشرة ميلي. واحدة يحطها خمسة ميلي. اعمل الرقم اللي انت عاوزه. بس انا الرقم اللي برتاحه اللي هو بيكون واحد ميلي. ليه? لان هو دقته معقولة ومش هياخد وقت ومش هيطلع اه اللي هو حاجات تكون او حاجات تكون شازة اولي. تمام? فلا هو هيتغاضع عن حاجات كتير ولا هو هيدقق لدرجة ان الموديل يهنج منك ويقفل. تمام? فضيقة واحد ميلي دي حاجة كويسة. تعال اول حاجة. ايه? وتقول له اعمل لي اوكي. قال لك خلاص مفيش تاني طبعا في ناس بتروحوا عاملة على كل مرة واحدة وتقول له بس المشكلة انه لو عملت كده هتلاقي يعني تعال نقول كده او عاملنا مسلا ده ايه ده شايف الويندو دي? الويندو دي طبعا لما يكون المشروع بتاعك كبير ومكالكع بيبدأ يحصل فيه كتيرة مهما كانت خبرتك ومهما كانت آآ شطرتك في البرنامج لان ده موديل وكل ما يكون المشروع مكالكع لازم يكون فيه اخطاء. فهتبوص تلاقي ان انت عندك هنا كمية اخطاء كتيرة جدا 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 ما انتش قادر تحلها. ليه? لان ما انتش عادر في ايه بالزبط? لانها ناتجة من يعني لو جينا هنا اهو انا ناتجة من كل الحاجات دي فانت ما انتش عارف انهي تشيك اللي جيب لك ايرورز كتيرة وفق انهي دور وفق انهي بارت في الدور وفق انهي المنت في البرت اللي موجود في الدور فالدنيا تبقى صعب عليك. فانا بحب عمل كده ان انا نقول له لأ والله ده انا مثلا انه فيه جويند مع جويند. بتقول له ان استطعتها مش مش موجودة. يعني جويندات سعيبة من بعضها مسلا. ده جويند مع ان هما الفريم قريب من الجويند بس مش ماسك في الجويند مسلا. طيب فانا كده بعمل ايه? بشوف الخطأ نوعه ايه? هو موجود فين? فكده يبقى اسهل. لان انا بحدد لنفسي ايه هي الاخطاء واماكنها. جويند مع شيل. قول له اوكي. اهو. بص بقى كده. بدأ يطلع لك ايه? كمية اخطاء. اهي. بس انا عارف ان القطأ فين? مع الجويند. قال لك هنا موجودة في الجراوند. طبعا ان انا متوقع ان هتبقى موجودة فين? مع البلاطة. تعال كده اللي وروح البلان هتلاقيه هو معلم لك عالكلام دخول. اهو. اروح على البلان بسرعة. على الجراوند. هو اللي اوكي? ورينيها بشمهندس اهو. قال لك كل ده. عندك مشكلة فيها. فلو روحت كده في ممكن احنا نعيد رسم البلاطة دي. اهو بص كده اهو. قال لك هنا دي. هنا الجويند دي عاملة مشاكل. او الجويند دي عاملة مشاكل. الجويند دي عاملة مشاكل. لو انا عاوز اقسم البلاطة مع مين? او اتجاد بدعة البلاطة مع عاوز اقسم اتجاد البلاطة مع التقطعات دي. فانا ممكن اعمل حاجة كويسة على نجربها. هي ايه رأيك? لو انا قلت له مقسم للبلاطة مع اللي هي عاملة لك مشاكل دي. فقل له اعمل لي ادت. ادت شيل. دفايد شيل. دفايد شيل. ما عامين? نعقل ايه? والجويند اوبشيكت. قل له اعمل لي اطلال. ثم اوكي. هل كده اتحلت ايه والواضح انها ما تقسمتش. تعال هنعمل. هاني. انالايز. شيك موديل. قل له اوكي. او نفس ايه? نفس الارستين. طب هاتلي كده بقى. اه وبزيت الشيل دي. بص الشيل دي اهي. هنا دي اعمل لك مشكلة. وقعد النقطة دي. النقطة دي. النقطة دي. طيب لو انا عملت مسلا. رشيب. البلاطة. نفق روه مع بعض. البلان. هاتلي هنا الجراوند. لاي اوكي. امسك دي. هبدأ هنا. امسحة. ونبدأ نرسم البلاطة مع الاتجاد بتاعت مين? بتاعت البول. بس ممكن ايجي من هنا اقول له لو سمحت بقى ايه? اظهر للجوينت كده. عشان خاطر ابقى شايف الجوينتات فانا بارسم البلاطة. واجه اقول له رسيم ليه? ادي بلاطة. البلاطة هنا من النوع اللي هو سلاب تلتمية. سلاب تلتمية. تعال ان نرسم بقى ايه? نمشي مع الجوينتات عام. علشان ما تسبب ليش الارور. علش كده نعمل اسكيب. نرسمها تاني. دايما ما بين الريتينينج وال والبلاطة بيحصل فيها ايه? بيحصل فيها المشاكل دي. فانت لازم تمشي بقى بالاسلوب اللي هو ايه? اللي هو احنا بنبتابعه ده عشان خاطر البلاطة بتاعتك تبقى الدنيا بتاعتها سليمة. طبعا لو انت لو انت سبت الارور ده واشتغلت فيها الدنيا مش تبقى مش مش تبقى خربانة يعني. الدنيا هتبقى كويسة. بس طبعا الافضل ان انت ايه? تطلع الموديل بتاعك ما يكونش فيه اي كلاش. يعني ما يكونش فيه اي ارور يسقط. ده افضل حاجة ممكن حضرتك تعملها. علشان خاطر تبقى الدنيا عندك مزبوطة وما فيهاش ايه? فيهاش مش ايه. لانك لما تيجي تروح مسلا. لاي استشاري. تمام? اي استشاري. وتقول له والله انا بسلمك الموديل عشان تراجعوا. اول حاجة بيشوفها بيعمل تشيك على الموديل ويشوف هل فيه ولا مفيش. اهو. كده. كان الحل التاني بدل ما ان احنا نمسح البلاطة من الاول ان احنا نعمل لها بادينا بقى. يعني هنختار النقط دي كده ونقعد نعمل لها بادينا. عشان نحافظ على البلاطة تفضل موجودة. بس كده احسن ان هنجرب. ازا الحل ده احتاج ان احنا بعد ما اختارنا النقط دي. ان احنا نعمل للبلاطة هنضطر ان احنا نعمل للبلاطة. ازا هو خلاص قال لك ده كده كفايس والله وانا رجل مكتفي وشكرا يبقى خلاص هو رجل مكتفي وكتر خياني. انا شايف انه فيه هنا فتحتين مش عارف ليه فاحنا برضو محتاج ان احنا نبص عليهم. تمام ادي كده البلاطة. اترسميت طبعا انا شايف انه فيه هنا فتحتين. اه قلتنا غلطة كبيرة جدا. ان انا رسمت البلاطة دي في كل الادوار. فمعليش? هسلكت في كل الادوار كده ميسك اتناشر بلاطة. ماشي. واروح اعمل على دي. لو جبت سري دي. هلاقي رسم تاني اروح اعمل لهم دليت. اخد بالك من دي. ان انت اخدت رسم في وان ستوري. تمام? فدي برضو ايه? مشكلة. لازم تاخد بالك منها وانت بترسم شغال وان ستوري ولا اول ستوري. حالا كده انا برضو تشيك مودل بقى. نشوف هل هو هيتطلع ارر ولا لأ? قال لك والله الاررز تتحلت بس لسه في عندك نقطتين. لسه في عندك نقطتين. طيب. فقاتل كده سري دي نتفرج نشوف ايه النقط. لسه عمل لي فهم مشكلة. المشكلة هنا دي. لو ايه طبعا عمل لي هنا فتحتين طبعا انا اه مش هحاوز الفتحتين انا عاوز فتحة واحدة بس فان همسح دي. تمام ما تبقى كده. اام. اقملي هنا كده انا لايز شيك موديل او كي. تمام. كده قال لك خلاصة بشمهندس بتاعتك اتمسحت. وأصبح مفيش عندك وورنينز خاصي بالبلاطة. طيب اقوله بس موissippiش لان انا هنا طبعا البلاطة هنا ايه? آآ بتاعتها راحت. طب انا مش فاكر اللود. هلأ انا مسلا ارجع عبوس عليها? لا. ده انا عارف مسلا ان اللود اللي هنا هي نفس اللود اللي موجودة على البلاطة اللي فوق. فهاجي هنا اقول له اسلكت عليها وقول له واجي هنا على البلاطة اقول له اتليل على الساين. اقول له اخترنا كله واقول له اوكي. تمام? اخترها تاني هادي اللودز. هنا اللودز اللي احنا عاوز هنا. بس كنا ناقص بقى مين? ناقص الديف رقم بتاعها. فهاجي هنا في ونقول له هذا صفر. اوكي. واختار هنا. واجي اقول له لو سمحت اهو. لو سمحت وقول له ادي جراوند. اوكي. تمام? طيب. ايه حاجات ما بتزهرش? زي مسلا انا عاوز اتشك انه كل البلاطات موجودة عليها ايه? موجودة عليها فلازم ابص كده. اهو. اجل في واشوف الديفرامات. لو الديفرامات مش موجودة. اعباجي هنا. وقول له ازهر لي الديفرام اهو. احلم عليه. وقول له اعمل لي. ماشي? طبعا هو هنزهر من الاول لي? لان انا اخدت عامل اصين للديفرام. وانا قلت له شو عن فورم تشيب. وجيت هنا. قلت له شيء للديفرام اكسينت اوكي. طبعا هنرجع هنا الوقت طبعا اخليني بقى الجوينتات خلية دورها خلص. طبعا هنا مش باين هل في ديفرام ولا لأ. فالحل حاجة من اتنين. اما ان انا امسك ده. واكليك يمين عليه. وروح بقى الصين كده واشوف الديفرام. فهبنا روح كده لبلان بلاين. انا مسل ده. طيب. الحل الاسهل. اني لأ. انا هروح جاي من ديفرام اكسينت. واشوف. اه. كل في ديفرامات اوكي. طيب. كل في ديفرام. بس هل كل دور متعرف له الديفرام بتاعه صحيح. متعرف له دي جي. والفيرس متعرف له دي وان والسكند دي تو والسير دي سري وهكزا ولا لأ? تعالى نشوف كده البلان. ادي جراوند. ماشي. هادي ده دي فرام اهو. يبدأ دي جي. نطلع عليه السكند. دي وان. الفيرس ايس في دي وان. اهو. يمين دي تو. وهكزا بقى. تمام? دي سري. تمام? طيب. يبقى ايه دي ديفرام? طب تعالى نشوف بقى خلاص انا هقول له روصة ما هتشل هنا ديفرام اكسينت وبقى انا مشاهز نشوف خلاص. ماشي. اه تعالى نرجع تاني. يبقى احنا كده خلصنا دول. تعالى بقى الفريمات هل فيه ما هترسلنا على بعض مسلا. اوكي قال لك مفيش. هل فيه انترسكشن في التوليرانس? قال لك مفيش. في الفريمات على الاريا. الحمد لله ما فيش. وهكزا. هل فيه اتنين شي اللي راكبين على وعد. الحمد لله ما فيش. اهو. نبدأ بقى هنا في موضوع ده ميشنج واللود والدوبليكيت. انا باخدهم مرة واحدة ونتستنى عليهم نشوف ايه لا يحصل. طبعا هو هياخد آآ شوية وقت صغيرين كده. طبعا على حسب حجم المشروب بتاعك في القطو دي بالذات. لان هو هو مش بيعمل له رن. هو شبه بيعمل له ايه? رن كده. حاجة لان هو عشان عشان يشوف دوبليكيتش امتاع اللي هو. تمام? هياخد وقت حاجة وسيطة وبعد كده هتطلع لك النتيجة وان شاء الله ما يبقاش فيه ما شيء. زي ما حددك شايف بالشغل ده الحمد لله قال لك مفيش مشاكل الموديل بتاعنا سيف. الموديل بتاعنا بتاعته ما بيعاش حاجة. هنعمل سيف بقى كده. تمام? وانت كده الموديل بتاعك اصبح جاهز للرن ونعمل له علشان خاطر ندخل مباشرة بقى في موضوع فانا هاجي اقول له لو سمحت اعمل لي رن. اشتركوا في القناة زي ما انت شايفين اهو بيعادة رن بتاعكم كبان تقول له اعمل لي شو الديتيلز. نشوف ديتيلز الرن بتاعتك. اهي. اشتركوا في القناة طبعا وقت الرن بيعتمد على حاجتين على حجم المشروع بتاعك. وعلى آآ القدرة بتاعت الجهاز بتاعك. يعني هل هو الجهاز بطيء اعطى هل هو جهاز سريع. آآ هل انت هو ممكن يكون جهازك سريع وكل حاجة. ولكن الرن بيتاخد منها مساحة كبيرة في البرامج تانية شغالة. زي مسلا ببرنامج تسجيل الفيديوهات اللي انا بسجد بيه ده بياخد مساحة كبيرة. بيعطى للدنيا هو هكذا. تمام? طيب. آآ برضو موضوع نسخة الويندوز دي مهمة جدا. نسخة الويندوز لو بقالها فترة زي الويندوز المعاية دي بيبقى بتبدأ. انها هتبطأ من اداء الجهاز. لس شغالين اهوت. لكن وقادي هنا آآ طبعا المشروب بتاعك خلاص اعمال له رانو ده بتاعه. علمنا في الفيلا ازاي تزهر بتاع المبنى بتاعك وزي تشغال لو انت عاولت له مسلا لو جيت وهو بيستارت كده معلش نجي من ايه الخط اللي حضرتك سيفه ده? ده الخط بتاع وبتاع ده مش كاميرا طيرة ولا حاجة. لو انت دخلت واخفيت خلاص الخط ده مش هتشوفه. تمام? عشان بس ما تبقاش ايه? الان من موضوع الخط ده والخط اللي طبعا ده اللي هي بتاعت. ده لاخت الاتوكاد. طبعا تفضل ان انت خلاص طالما خلاص الاتوكاد اخفيها ما تزهراش تعلم. سبقا زهرها معك في البطن. ايه هي ميزة ان انا ازهر واخلي الموديل يلعب كده قدامي ان انا اتأكد ان ما فيش حاجة مسلا سايبة او حاجة طايرة اا او حاجة مش مرتكس بشكل صحيح. الكلام ده كل لان الحاجات دي مش بتظهر في المشروع بتاعك. تمام? او مش بتصعر مش كل حاجة بتظهر في غازم انت بنفسك تبص على الموديل كده وتتطمن عليه ان هو شغال بشكل طبع ان هو شغال عوض. تمام? آآ ممكن تيجي هنا مسلا مسلا اهو. انا عاوض اظهر المود المود نمبر وان كلها من اللي ابلاي. لو انت غاي من عشان الصوت اهو تمام? لو انت اتركيتها عليه طبعا انت شغاله ولا اتركيتها عليه تخفيه او تسكته. انا كنت ايه كنت مسكته قبل كده. انا كنت مسكته داني. انا كنت مسكته داني. طبعا المشروع بتاعك كبير فبيبتدي المود بتاع ما بيزهرش بسهولة ولا بسرعة زي ما كان بيحصل فين يا بشمانت زي ما كان بيحصل في المشروع اللي هو الفيلا اللي هو عباره عن دورين. ده وضع طبيعي واكيد. زي ما انت شايف المود الاولاني هو واخد روتيشن. المود الاولاني اهو بس. ده ليه? ده طبيعي جدا. لان الكور محطوط في جنب. الكور في جنب مش في النص. وبالتالي حصل على المبنى. طبعا اه اني انت في المستوى الاول انت ما يهمكش قوي موضوع والكلام ده مش عاوز ادخل حضرتك في القصة دي. ولكن في المستوى الادفانسد اللي هو دي بلوما الادفانسد. زينا نقول لا. انا دلوقتي اغلالها اعمل برج. لها تأثيرات. لازم اخد التأثيرات دي معي في الاعتبار ازاي اخدها? طب ازاي اغير بحيس ان انا دي اعليلها اصلا من البداية عشان ما تحصلش. الكلام ده كله. فانت بالنسبة لك مستوى لسه اه مبتدئ او مستوى متوسط. الموضوع مش هيكون كريتيكا الاوي ايه بالنسبة لك لانه غالبا في المستوى ده حضرتك مبتطرش ان انت توصل لمباني اتناشر وخمساشر وعشرين دور. انت المستوى المباني كلها بتكون في حدود تلاتة واربعة وخمس دور بك ماكسيمم. وبالتالي مش هتكون مؤسرة معك او انما في مشروعنا ده طبعا المفترض ان انت لما تدخل المستوى المتقدم تبدأ بقى لأ لازم اقف واقول له المبنى بتاعي ده في لازم اخد ده معايا في الاعتبار. تمام? طيب. وزي ما قلنا انه الموضوع مشروح بالتفصيل الممل في الادفانسد ديزاين دبلون. طيب انا احنا نيجي نروح نعمل بتاعنا زي ما تعودنا ديسبلاي. اه انا لايز او او بيز ريكشن او بيز ريكشن. او انا لايهمنا الايكيو والسبيك. او خدنا ده مسلا كده. اكس بتاعته تسعمية اربعة وعشرين. والسبيك اكس تسعمية اربعة وعشرين. والسبيك اكس تلتمية سبعة وتسعين ونص. او انا جبت هنا كده. المفروض ان انا اجيب خمسة وتمانين في المية. طبعا ده تبقى للكود اسكي عشرة. لو احنا بنتكلم على اسكي سبتاشر. انا اخد مية في المية. فانا عاوز اوصل تلتمية سبعة وتسعين لتسعمية اربعة وعشرين. فاعمل ايه? اقول ادي. تسعمية اربعة وعشرين واحد من عشرة. على تلتمية سبعة وتسعين وتلاتة من عشرة. لبا ازا انا محتاج اضرب في كام في اتنين وتلاتة من عشرة. في اتنين وتلاتة من عشرة. كفاية. طب هنا دوت تسعمية. اربعة وعشرين. واحد من عشرة. على اه تلتمية واثنين. الرقم ده او تلتمية واثنين. الرقم ده يدي لك تلاتة. با ازا ده هنضربه في تلاتة. والتاني هنضربه في كام? هنضربه في اتنين وتلاتة من عشرة. تمام? اقول له done. فوق ال run. اكي? اجا اقول له هنا اه ديفاين. ادي الودكيس. وادي الاسبيك اكس. اقول له اعمل اللي موديفاي. قلنا الرقم من سبيك اكس هنضربه في كامي وشماندس هنضربه في اتنين وتلاتة اتنين مسلا. تمام? وقول له اوكي. اوهل سبيك واي موديفاي. هنضربه في تلاتة وتلاتة وخمسة. وابتدأ اقول له اوكي ثم اوكي. اعمل سيف. وقول له لو سمحت ارجع اعمل لي run تاني للموديل. طيب عشان ما ضيعش وقتك خليه هو آآ يرن ولما يرن هرجع تاني لحضرتك. تمام قادي هنا اتعمل لو انا جيت قلت له بقى اعمل لي تاني. اوكي. نشوف هنا بقى تسعمائة واحد واشرين وانا تسعمائة اتنين واشرين اوكي. يبقى اصبح كده باش مهندس الموديل بتاعنا. جاهز للمرحلة الاخيرة وهي ان احنا نعمل ديزاين. هنعمل ديزاين للعمدة. والكور والبلطات. طبعا عندنا هنا تلت او اربع كامرات فهم بساط جدا. ثم نعمل ديزاين للرافت ويبقى كده المشروع انتهى. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو مفيد. لو عندكم اي استفسار تقدروا تسألونا سواء على او آآ جروب الفيسبوك او على تيليجرام او وتبعتلنا على آآ ميل آآ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.